اطلاق أولى الجلسات التخصصية في المحور السياسي للحوار الوطني وده تم لسياغة مقترحات وتوصيات لقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية وتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي داخل الحوار الوطني الجلسة نقشت المقترحات والتوصيات اللي تم تقدمها حوالي موضوع النظام الانتخابي ما بين نظمي القائمة والقائمة المغلقة أو النسبية ونظام الفردي وده لإعادة سياغتها بطرق أكثر دقة وأيضا طرق قابلة للتنفيذ تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني وبعد كده رفعها إلى سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن اللي دار في هذه الجلسة وإيه هي أهم المقترحات اللي تم تقدمها عن نظام الانتخابي الجديد مساء الخير على حضرتك الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهلا بحضرتك معنا في التسعة ولو تطلعنا على أهم مدار داخل الجلسة اليوم وأهم المقترحات اللي تم التواصل إليها حتى الآن حول النظام الانتخابي مساء الخير على حضرتك وعلى سادة المشاهدين خلينا نقول أنه يعني الجلسات المصغرة في البداية نعرف ما هي الجلسات المصغرة وأهميتها إيه الجلسات المصغرة هدفها يعني صياغة ما تم التواصل إليه وما تم من نقاش خلال الجلسات العامة لأنه الجلسات العامة في كل جلسة بنستمع له حوالي ستين متحدث من مختلف الحزاب والتائرات الوطنية والخبراء والمتخصصين والمواطنين وبالتالي كل هذا النقاش وما دار وما يدور خلال تمانية واربعين جلسة في ستين قضية حتى هذه اللحظة يحتاج إلى المرحلة النهائية وهي استمارة التي ينتظرها المواطن من مبادرة الحوار الوطني وبالتالي هذه الاستمار تحتاج إلى رأى مجلس الأمناء أنه لابد من تشكيل لجنة مصغرة اسمها لجنة لجنة إعداد وصياغة المخرجات والنتائج وهذه اللجنة بيكون فيها من 10 إلى 15 شخصية من المتخصصين وتراعي في المقام الأول التمثيل يعني توازن التمثيل السياسي لكافة أطياف من مختلف الأطراف وبالتالي هنا انطلق القطار خلال هذا الأسبوع مثلما حضرتك ذكرت في النظام الانتخابي وفي لجنة الصحة وهناك بعض القضايا أو الموضوعات التي تحظى بتوافق عام وهناك بعض القضايا التي لا تزال النقاشات في مسارات متبادلة ومتبينة بين وجهتي النظر وصولا إلى توافق بالمناسبة هنا حتى يعني يطمئن الجميع أن هذه اللجنة بترفع المخرجات والنتائج لمجلس الأمناء مجلس الأمناء بيرفع هذه المخرجات والنتائج التي تم صياغتها من قبل لجنة الإعداد إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه كما وعد سيادته في المؤتمر الوطني للشباب ودون قيد أو شرط وبالتالي هنا كمان الشيء الذي يزيد من الإطمئنان أن مجلس الأمناء لا يرفع ولية نظر واحدة أو رؤية واحدة من الممكن أن يرفع إلى السيد الرئيس وجاتين نظر مختلفتين أو رؤيتين مختلفتين وهنا يعني يكون التقدير السياسي لمؤسسات الدولة إذا كانت تعلق بالتشريع فهو يتولى السيد الرئيس إحالته إلى مجلس النواب وإذا كانت قرارات فالسيد الرئيس يصدق عليها مباشرة طالما أنها في عدود صلاحيات القانونية هل الحديث هنا عن النظام الانتخابي؟ يعني حيث تقصد أنه ده ممكن يحصل على قانون الانتخابات؟ يعني ممكن يحصل على أي قضية من القضايا لدينا 113 قضية بنقشه من تهينة من 60 قضية وبالتالي إحنا بنتكلم حوالي 60% أيضا وبالتالي هنا في قضايا حضرت بتوافق عام هي الوحدة حضرت بتوافق عام لما نتكلم عن قانون تدول حرية تدول المعلومات أو نتكلم عن قانون الوصاية أو نتكلم عن قانون الأحوال الشخصية أو نتكلم عن قانون تتعلق بيئة الصحة أو قرارات أو نتحدث بقضايا مثل مكفحة التمييز أو العنف الأسر والتماسك المجتمعي في قضايا كثيرة جدا لا خلاف عليها وبالتالي إذا كانت هناك قضايا عليها ترفع وجهة نظر واحدة لأن كل الأطراف توافقت لأنه في النهاية الفكرة في إيه؟ أنه لابد من الوصول إلى وجهات نظر وأراء تتفق مع تطبيقها في الواقع مع الدستور والقانون لا تصطدم بعقبات مستقبلية وبالتالي على طاولة النقاش بتطرح المبررات والأسباب والحيثيات وتستمع للرأي والرأي الآخر وبالتالي هنا بالعلم وبالمنطق وبوجهات النظر وبالمعلومة تستطيع أن تخلق المساحات المشتركة وهي شعار الحوار الوطني وبالتالي هنا المساحات المشتركة تقرب المسافات إذا تمسك أحد الأطراف برأيه فهذا حقه ولكن في النهاية هذا الاختلاف لا يفسد أيضا كما قال السيد الرئيس للوطن القضية وبالتالي يتم رفع أربوجاتي النظر إلى السيد الرئيس فيما يتعلق بالأراء القضايا المتوافق عليها فطبيعي هي متوافق عليها تحتاج إلى تصديق أو تعديل تشريعي وبالتالي هنا أهمية هذا اللي جان في هذا التوقيت أن هناك ثمار قريبة سيجنيها المواطن وسيجنيها المجتمع من الحوار الوطن ومن الجلسات اللافت أيضا والمهم أن أذكر بيه حضرتك أن الحوار الوطني سيستأنف جلساته اليوم الأحد المقبل فيه السلاث محاور المحاور السياسي وهنستكمل قانون مباشرة السياسية يأخذ جلسة على سبيل المسار هنشوف مثلا في لجنة النقابات والعمل الآلي تحديات العمل النقاب العمالي ده يأخذ جلسة لجنة المحليات هنستكمل وده أمر مهم جدا لاستكمال منقشة قانون الإدارة المحلية ده النظرا لأهميته هيأخذ جلستين ده بالنسبة للمحور السياسي أستاذ جمال قبل ما ننتقل من المحور السياسي وإحنا النهاردة بنتحدث عن النظام الانتخابي هل هناك أوراق أو توصيات خرقتم بيها النهاردة لأنه حضرتك بتقولي الحد الجايع يكون فيه جلسة لمنقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية إذن أعتقد أن هذا مبني على جلسة النهاردة هناك فرق بين الجلسات المصغرة مستمرة وقائمة والجلسات العامة مستمرة أيضا وقائمة هناك فرق بين الجلسة العامة والجلسة المتخصصة الجلسة المتخصصة ليست تكتار للجلسة العامة الجلسة العامة فيها نقاشات كثيرة جدا ومتحدثين كثر ومواطنين وخبراء ومتخصصين وكل شرائح المجتمع الجلسة المتخصصة زي ما قلت لحضرتك من 10-15 ساقت بهم بيبقى الأمين المقرر عام اللجنة مقرر مساعد أعضاء مجلس الأمنة من يريد أن يحضر منهم متخصصين في القضية نفسها وبالتالي تكون عن النطاق هذا لا يتعارض مع الجلسة العامة بل دائما الجلسات العامة تضيء المصابيح أمام القائمين على الجلسات المتخصصة وبالتالي هنا ليس هناك تعارض لأنه كمان فيه توجه داخل مجلس الأمنة أنه يكون العمل بالجلسات العامة أسبوع وبالجلسات المتخصصة أسبوع حتى نستطيع إنجاز أكبر قدر ممكن من التوصيات والنتائج ويتم رفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح صحيح ويمكن ده يعني الهدف من الحوار الوطني الوصول لمساحات مشتركة ما بين الجميع برؤى وأفكار جديدة تنفذ على أرض الواقع أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أنا لكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني